معنا عبر سكايب بنان الحسن الناشطة الإعلامية من اللاذقية بنان حدثين عن الاشتباكات في قمة النبي يونس وما جاورها نعم السلام عليكم الاشتباكات بدأت منذ صباح يوم أمس تقريبا مع عمليات قدم قامت بها قوات النظام اتجاه في محيط قمة النبي يونس ومنطقة الشيخ وعدي الشيخ محمد طبعا قوات المعارضة قامت تصدي لها عبر تدمير عدة آليات لهم ورشاشات عبر صواريخ التاولة التي استخدمتها قوات المعارضة حتى تمكنت من محاصرة قوات النظام في هذه المنطقة حتى أن سمعت استغاثة قامت من جيش النظام تطلب الاستغاثة لسحب الجثث التي لا يستطيعون سحبها بسوى قوات النيران قوات المعارضة التي حصلتهم في تلك المنطقة حصيلت قتل النظام التي استطاع ثوار رصدها تقريبا 23 قتيل منهم قادات وضباط علويون من مناطق ريف جبلة تقريبا أكثر القتلى كانوا من الطائفة العلوية على فكرة نعم بعيدا عن هذه التوصيفات تردد أن من بين القتلى عناصر في حزب الله هل لك أن تؤكدي ذلك أو تنفيه لو سمحت لا أستطيع أن أؤكد لأن عبر رصد مكالمات قادة جيش النظام لم يسمع مطلقا أي لهجة تدل على جهة لبنانية أو حتى لهجة إيرانية يعني الثوار عمدوا إلى رصد جميع المكالمات التي تداولها ضباط قوات النظام فلم ينتسمع هذه اللاجة ولم ينصت بالتالي تأكيد وجود قتلى فعلا منهم في هذه المنطقة طبعا العمليات اليوم كانت الأمور جدا هادئة تقريبا في منطقة النبي يونس بينما اندلعت بالمقابل في مشفى جسر الشغور الذي قامت جبهة النصرة بتدمير مشفى ثلاث طوابق يعني سقطت على عناصر جيش النظام في هذه المنطقة نعم هذا المستشفى كان يعتصم به عدد كبير من ضباط النظام كما نقلت الأخبار هل تؤكدين الآن أن المستشفى تم نسفه؟ نعم نعم تم تفجيره هو عبارة عن مشفى من ثلاث طوابق في منطقة جبهية مرتفعة تطلع على جسر الشغور تحصنوا بها قوات النظام لأكثر من أسبوع يعني بقى متحصنين فيها حتى استطاعت اليوم جبهة النصرة عبر عملية استشهادية أو انغماسية تنفيذ هذه العملية وتفجير المبنى بشكل كامل يعني تم تأكيد هذا الخبر منذ الصباح اليوم لكن طبعا الحصيلة القتلى الموجودين في هذه المشفى لا نستطيع تأكيده بسبب يعني كانت هناك عمليات تهروب من قبل قوات النظام لكن القتلى يعني فعلا من خلال سماع استغاثات القادة هناك كانت جدا كثيرة يعني الأعداد جدا كثيرة في هذه المنطقة شكرا لك على كل هذه المعلومات الناشطة الإعلامية بنان الحسن من اللاذقية